استكمالاً للجهود الرامية لمعالجة نقاط الخلاف التي تسببت في حدوث الانسداد السياسي في ليبيا اجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي في إطار دعوة من السيد الفريق محمود حجازي رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي في جمهورية مصر العربية وأعضاء اللجنة في القاهرة يوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2016 لإيجاد آليات تساهم في التسوية السياسية ضمن إطار الاتفاق السياسي واشتراك جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه الأزمة وعلى رأسها أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة الليبية وذلك لتحقيق تسويات تمكن من وضع الاتفاق السياسي موضوع التنفيذ بما يحقق رفع المعاناة عن المواطن الليبي ويساهم في حل الأزمة السياسية في ليبيا ترجمة نانسي قنقر